أهلا بكم في إطار زيارته الرسولية إلى كندا ترأس قداسة البابا فرنسيس القداس الإلهي في كبك وألقى عذة قال فيها بينما نحمل الأحلام والمشاريع والانتظارات والأمالة التي تسكن في قلوبنا نصطدم بها شاشتنا وضعفنا ونختبر الهزائم وخيبات الأمل وأحيانا نبقى أسرى للإحساس بالفشل الذي يشلنا ويعلن لنا الإنجيل أننا لسنا وحدنا إن الرب يأتي للقائنا ويقف إلى جانبنا يريد أن يفتح عيوننا من جديد لنتصالح مع بعضنا ومع أنفسنا ومع إخوتنا ومع الله ومضى قداسته قائلا من هنا علينا أن نؤمن أن يسوع يسير بقربنا فلنسمح له بأن يلتقينا ولنسمح لكلمته أن تفسر لنا التاريخ الذي نعيشه كأفراد وجماعة وأن تدلنا على الدرب الذي علينا أن نتبعه لكي نشفى ونتصالح مع بعضنا البعض وختم البابا فرانسيس عدته داعينا الرب يسوع أن يمكث معنا عندما يغيب الرجاء لأن ليلة الألم معه تتحول إلى صباح حياة مشرق وأن يسير إلى جانبنا لأن الفشل سينفتح على رجاء حياة جديدة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر